الجزئية التانية وانت تتكلم على منتخب مصر والاختيارات اللي تمت لمنتخب مصر وانت قطل الاختيارات ده وجهة نظرك الشخصية يعني ما نقدرش نتكلم فيها ده وجهة نظر وكل واحد عنده وجهة نظر في هذا الموضوع لكن ما ينفعش تقول ان عدم انضمام احمد فتحي للمنتخب الوطني جاء نتيجة ضغوط من جانب الاعلام الاهلاوي استحالة احمد فتحي خد جانب من التقدير والاحترام من ادارة النادي الاهلي والجهاز الفني للنادي الاهلي وجماهير النادي الاهلي في المباراة الاخيرة وهو موجود مع النادي الاهلي الاخر مباراة في الدوري اللقطة المميزة للكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي في ملعب التتش لما كان بيسلم على احمد فتحي وهو خلاص على بعض ايام بينتقل لنادي اخر ما كانش فيه ضغوط من الاعلام الاهلاوي ان احمد فتحي ما يكملش المسيرة مع الاهلي ده لو كان نهاية افريقيا يوم 6 نوفمبر احمد فتحي يكون موجود وكابتن الفريق احمد فتحي خد تقدير واحترام وبيشهدته هو وهو موجود في صفوف الاهلي ما كانش فيه اي مشاكل خالص لان النادي الاهلي بيتعامل مع لعبته بشكل احترافي اللعيب اللي بيلتزم وبيحترم المؤسسة وبيحترم الكيان الكبير وبيحترم الجماهير وموجود لغاية اخر لحظة النادي الاهلي بيبدل نفس الشعور فاحمد فتحي ما كانش فيه اي ضغوط ولا الاعلام الاهلاوي اتكلم على فكرة عدم ضم احمد فتحي للمنتخب ولا الكلام ده ففيه كلام ما بين السطور يعني انا النهاردة بجد كنت منداش جدا من الكلام اللي بتقال من الكابتن احمد حصل النهاردة في الازاعة الصبح ازاي ضغوط اعلامية اهلاوية لعدم ضم احمد فتحي للمنتخب ايه علاقة الاهلي بالموضوع هو فيه تقدير واحترام بيحصل في اي حد او اي نادي في مصر مع لعيب بيمشي بعد ايام قليلة بيلعب لغاية اخر دي او اخر ثانية ده نهاء فراخي لو ستة نوفمبر احمد فتحي يكون موجود الاهلي بيتكلم في مواعيد القيد عشان يحافظ على كل لعبته يعني دي جزئية الجزئية التانية موضوع فكرة ان الاندية الصغيرة والاندية الغلابة هي اللي بتتعاقب النادي الاهلي اكتر نادي كان بيعاني من اتحاد القرى في قرارات كثيرة تمت خلال الفترة الاخيرة وعمر النادي الاهلي في قراراته ما كان بيعملها بعادة عرب يا كابتن احمد ده انت وانت كابتن المنتخب قدرى واحد باعدات العرب وعارف اعدات العرب بيتم فيها ايه وبتخلص ازاي لكن الاهلي في تعامله مع المؤسسات الرياضية ما بتخلص باعدات عرب النادي الاهلي عارف حقوقه فين وازاي يقدر ككبير وكمسؤولين عقلاء يلموا موضوع زي ده لان المشهد العام ما كانش يليق بالقرى المصرية ده اللي نقدر نتكلم فيه تمام دي جزئية ترجمة نانسي قنقر